أصبح جاهز لاستخدام تقنية الفيديو أولاين بالمناسبة الدور المغربي كمان شهرين بالزبط على أول ديسمبر هيكون جاهز لتطبيق تقنية الفيديو أرسل حكامه للتدريب على التقنية استخدم المعدات وبدأ التطبيق التقنية أوفلاين وجاهز بعد شهرين على انتقالات ينايري إن شاء الله مع الدور الثاني في تجهيز بشكل عملي تطبيق تقنية الفيديو في الدور المغربي إذن الكل حولنا بيتحرك في الخليج الكل بيشتغل على ده شمال إفريقيا ابتدوا بيشتغلوا على ده فأتمنى إن مصر ما تكونش آخر دولة في تطبيق التقنية بالنسبة لي الكرة في شمال إفريقيا أو حتى في المنطقة العربية عندنا حكام متميزين دوري كبير اسم كبير شعبية الكل بمحارسة لم تبعته ومن قريب يعني من أيام قليلة مباراة السوبر حجم المتابعة والمشاهدة والصحف حتى في إفريقيا لما تكلمت عن الكلاسيكو ما بين الأهل والزامريكا الكل بيهتم جدا بمباراة القمة طيب ده كان جزء متعلق بالنادي الآلي والاستعداد للمرحلة القادمة جزئية تانية مهمة بقى متعلقة باللي حصل بالأمس في استفتاء فيفا الاتحاد الدولي لقارة القدم في اختياره زابيست الأفضل لعام 2019 قبل ما تكلم على اختيار ميسي كأفضل لعب في العام لعام 2019 والاختيارات في التشكيلة المثالية موقف محمد صلاح بالنسبة لنا كان يعني مش هقول غريب شوية لأن طبعا السنة دي محمد صلاح في المستوى الفني أو تحديدا عام 2019 يمكن أقل شوية من السنة اللي قبلها صحيح فاس بدوري أبطال أوروبا في لقب هداف الدوري الإنجليزي كان فيه منافسة مع أكتر من لعب أمام يانج من أرسنال ساديو مانيز ميلو اللاعب السنغالي في ليفربول فلقب الهداف تقاسمه مع أكتر من لعب بطولة الأمم الإفريقية منتحب مصر خرج مبكرا خرج من دور الستاشر فبالتالي فرصه في الفوز بجيزة الأفضل أو زبيست حول العالم بتبقى فرص حزوزه قليلة شوية لكن الحديث النهاردة في مصر مش على فكرة ليه صلاح ما اتخذش كأفضل لعب في العالم لا القصة صراحة في تفاصيل تانية متعلقة بعدم اهتمام التحدي كرة القدم بهذا الأمر وده اندل على شيء بيدل على البيان اللي صدر منذ ساعات قليلة اتحاد كرة القدم أرسل استفسار إلى الاتحاد الدولي فيفا عن سبب عدم اعتماد التصويت المصري قرأ الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق لمعارفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر الاتحاد النهاردة الثلاثة أرسل هذا الاستفسار إلى الاتحاد الدولي لقرط القدم ليه ما تمش اعتماد تصويت مصر في الأفضل على مستوى العالم واللي حل فيها محمد صلاح في المركز الرابع الاتحاد المصري أرسل الصوت إلى الفيفا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام حيث انتهى التصويت يوم 19 أغسطس قم بالتصويت عن مصر كابتن الفريق أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن شوق غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وضعوا تحت كلمة المنتخب الأولمبي 100 خط هرجع لها وأقول لكم إيه الأسباب مش هستطبق الأحداث وأقول رد الفيفا يبقى إيه بس ركزوا أوه في تفاصيل الخبر شوق غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الذي أوكل له تسيير الأمور العاجلة للمنتخب الأول بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت البداية النهاردة الصبح لما تقول شاف البيانات الرسمية اللي طالت من الاتحاد الدولي بعد طبعا التصويت ما بيخلص الفوت والتصويت الاتحاد الدولي بيعلن الناس كلها اللي صواتت أو الكابتن المنتخبات اللي صواتت أو المديرين الفنيين الكوتش بيقولوا مين في الترتيب طبعا لما طلع البيانات الرسمية الخاصة بالتصويت ما كانش فيه صوت لما سواف كابتن المنتخب أو حتى المدير الفني فكل راح للتحاد الكرة وسأل البعض في البداية توقع أنه ممكن يكون أجيري المزير الفني أرسل هو أحمد المحمدي لكن أنا عمستوى الشخص كان لي أتصال بالمهندس إيهاب لهيطة وقال لي لا الكلام ده حصل بعد ما المنتخب خرج وتمت إقالة الجهاز الفني فبالتالي الجهاز الفني بقالت خفير أجيري ما كانش موجود فبالتالي خفير أجيري خلاص مرى الحسابات وده حتى بيان التحاد الكرة بيعلنوا بيأكدوا في بيانوا أنه تم التصويت من خلال أحمد المحمدي ككابتن المنتخب والكابتن شوقي غريب الاتحاد قال أنه تم الإرسال يوم 15 أغسطس والتصويت كان آخر معايد لإرسال البيان يوم 19 أغسطس أو الاستمارة اللي بيتم التصويت من خلالها لكن فيه كلام هو طبعا لسه الاتحاد الدولي ما ردش لسه الموضوع مرسل النهاردة لكن من خلال متابعتنا للموضوع والاستفسار من عدد من المصادر لما سألنا في هذا الموضوع يبدو أن الاتحاد الدولي بيعتمد بشكل رسمي على تصويت المدير الفني الرسمي للمنتخب وطالما المنتخب ما كانش عنده أجندة دولية وتم تشكيل جهاز فني ليه يبدو يبدو عدم اعتماد من الاتحاد الدولي بوجود شوى غريب كمدير فني المنتخب ممكن يكون ده سبب في عدم اعتماد صوت مصر كتصويت لمحمد صلاح في تصويت